صنفت وزارة الخارجية الامريكية منظمة سرايا الاشتر المدعومة من ايران في البحرين منظمة ارهابية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية كما ادرجت واشنطن عضوين في منظمة سرايا الاشتر وهما احمد حسن يوسف ومرطدة مجيد السندي على لوائح الارهاب وقال منسق انشطة مكافحة الارهاب نيثن سيلس ان التصنيف هو انذار بان الولايات المتحدة ترى بوضوح ما تحاول ايران فعله في البحرين عبر هذه المنظمة الارهابية وسواها التي تستخدمها طهران لنشر نفوذها وزعزعة الاستقرار والسلم الدوليين